أنا الطالبة إناس عادي بإدريس في ميدا سنة 18 سنة اللي حصل معي يوم نتيجتي لقيت نفسي راصب مش عارفة ده حصل إزاي مع أنه كنت متفوقة جدا وكنت أطلع من الامتحان متأكدة أن أنا أفل في الامتحان ده أو أنقص درجة بالكتير ما كنتش أتخيل أن أنا أبقى راصب خالص ولا أهلك أنا متخيلين ولا مدرسين كل نفسات مجبيرة كنت أحلم بطب أسنان كان نفسي حقق حمي كنت أذكر في اليوم 16 ساعة ويوم كنت أطبق باليومين كنت أروح للدرس وأنا مطبقها والامتحان وأنا مطبقها كنت أجي على نفسي كتير وبطعب كتير وأوم وأولى لعدها كنت أتوقع لأن أجيب 95% حساسي دلوقت غريب أوي حاسة بالظلمة أول مرة على فن الزلمة وحش كده أتمنى ربنا يرجع لي حقي أنا أصلا من مصر بتاعي مش مستدق مصدوم بيقول لي إزاي أكيد الورق بتاعك تبدل محد أو حد يشارع الورق بتاعك فهذا مستحين أني دد بقى دركتي خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر